عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد عمر عبد الوهاب وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء همية وأولوية استصلاح الأراضي في هذه المرحلة ومن ثم تأتي هذه المتابعة لموقف مشروعات الشركة بهدف دفع العمل في مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية الذي تم تسليمها وكذا العمل على سرعة تسليم باقي الأراضي للمنتفعين